أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة العمل على تعزيز المسارات الاقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الصديقة كما أكد معاليه تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم معالي السيد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية الصديقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة البحرينية التركية المشتركة وأشار معاليه إلى ما يجمع البلدين من علاقات متميزة وما تشهده به أو ما تشهده من متانة وتطور مستمر على كافة الأصعدة وخلال اللقاء جرى بحث سبل تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والاستثماري لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة كما تمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي